بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من آيات الله العظيمة هذه الأرض التي نمشي في مناكبها ونسير في فجاجها ونعيش على ظهرها فإن فيها من الآيات العظيمة والدلالات الكريمة على كمال قدرة خالقها وتمام حكمة مبدعها ولذا فقد أكثر الله من ذكرها في القرآن ودعا عباده إلى النظر فيها والتفكر في خلقها والتأمل في آياتها وعاجائبها ليزداد بذلك إيمانهم ويقوى يقينهم قال الله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون وقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادة وقال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال سبحانه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن يتأمل الأرض كيف خلقت يجدها من أعظم آيات فاطرها ومبدعها سبحانه خلقها فراشا ومهادة وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا في حوائجهم وتصرفاتهم كما قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ثم إنه سبحانه أرساها بالجبال فجعلها أوتادا لها تحفظها لألا تميد بالعباد فأحكم جوانبها بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب قال الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وقال تعالى والجبال أرساها وقال تعالى وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم ثم إنه سبحانه وسع أكناف الأرض ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم قال الله تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض وقال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ثم إن من لطف الله سبحانه بعباده في خلق الأرض أن جعلها ساكنة غير متحركة مترجرجة لتكون مستقرا للإنسان والحيوان والنبات ويتمكن من السعي عليها في عموم المصالح ولو كانت مهتزة مترجرجة لم يستطيع ذلك قال ابن القيم رحمه الله ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تسيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله على ذلك بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وقوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وقوله الله الذي جعل لكم الأرض مهدا ولهذا فإن الله سبحانه قد يخوف عباده بأن يحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك للعباد الخوف والخشية والإنابة والإقبال على الله يقول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد وقعت الزلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم وروا ابن أبي الدنيا عن صفية بنت أبي عبيد الثقافية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه فقال أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها والزلازل باب من أبواب الإبتلاء قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقد ثبت في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له فقوله شيئا يتناول كل ابتلاء سواء كان شدة أو رخاء فالمؤمن في كل ابتلاءاته من خير إلى خير وذلك أن المؤمن الموفق إذا ابتلاه الله عز وجل بالشدة والعسر والمرض والفقر ونحو ذلك من الابتلاءات تلقى ذلك بالصبر فيفوز في هذا النوع من الابتلاء بثواب الصابرين وإذا ابتلاه الله جل وعلا بالرخاء واليسر والصحة والعافية والغنى والسعة فإنه في هذا النوع من الابتلاء يكون شاكرا لله فيفوز بثواب الشاكرين كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له وكثرة الزلازل من علامات قرب القيامة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض رواه البخاري وقيام الساعة يكون بزلزلة عظيمة للأرض قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى فهذا ذكر للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها هذا والمؤمن الموفق في مثل هذه المصائب العظام لا بد له من وقفات إيمانية وتأملات تربوية تفيده صلاحا وصلة بربه وخوفا من المقام بين يديه ولقاءه وتأملا في عظاته وعبره وآياته ومما ينبغي على كل مسلم أن يستحذره بقلبه وأن يعيه في هذا المقام أولا أن هذه الزلازل ترشد المسلم إلى أمر هو يؤمن به فيزداد إيمانا بكمال قدرة الله جل وعلا وعظيم قوته وأنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون المدبر له يتصرف فيه كيف يشاء ويقضي فيه عز وجل بما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون عذابا من فوقكم أي كالصواعق المدمرة والرياح العاتية أو من تحت أرجلكم كالخسف والزلازل وقد جاء في صحيح البخاري من حديث جاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذوا بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذوا بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهوا أو هذا أيسر وقد ختم الله عز وجل الآية بقوله انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ففيه أن تنوع الآيات الباهرة والدلالات القاهرة داعية إلى الفقه والإيمان والعودة إلى الله عز وجل لعلهم يفقهون أي ما خلقهم الله لأجله وأوجدهم لتحقيقه ثانيا أن هذه الزلازل من آيات الله العظيمة التي يخوف الله بها عبادة وقد قال الله تعالى في القرآن وما نرسل بالآيات إلا تخويثا أي أن الله عز وجل يخوف عباده بهذه الآيات العظيمة قال قتادة رحمه الله إن الله يخوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون ثالثا أن يذكر العباد منة الله عليهم بقرار الأرض وثباتها كما قال الله جل وعلا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي ساكنة ليست متزلزلة ولا رجراجة فلنتأمل هنا في عظمة الممسك للأرض فهي ساكنة لا تهتز مطمئنة لا تتزلزل وتأمل في هذا المقام لو كانت الأرض التي تمشي عليها ترتجف وتتزلزل كيف تستطيع أن تعيش عليها وكيف تستطيع أن تنام وكيف تستطيع أن تقوم بعموم مصالحك فمن الله بقرار الأرض وسكونها واطمئنانها فهي من نعم الله العظام ومننه الجسام رابعا أن الأرض لله عز وجل هو الذي خلقها وأوجدها وهو الذي أوجد الناس عليها وهو الذي يتصرف فيها كيف يشاء وتأمل من تصرفه سبحانه في أرضه قوله سبحانه أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قوله ننقصها من أطرافها قال بعض المفسرين أي بالخصف والزلازل والقوارع المتنوعة فالله عز وجل ينقص الأرض من أطرافها ويتصرف فيها كيف يشاء لا معقب لحكمه سبحانه ولا راد لقضائه وإذا علمنا أن الأرض لله وأن الذي يتصرف فيها هو الله فلنتأمل في الأمر الذي خلقنا الله عز وجل على هذه الأرض لأجله ألا وهو توحيد الله وطاعته فيما أمر واتباع شرعه والانقياد له سبحانه والتذلل بين يديه والقيام بما أمرنا به سبحانه وأرسل لنا رسله بالآيات البينات والحجج القاهرات والدلائل العظيمات على كمال الله ووجوب طاعته وإخلاص الدين له فنقوم بما خلقنا لأجله على التمام والكمال ممتثلين أمر ربنا متبعين لرسله عاملين بطاعته عز وجل خامسا أن حال المسلم في المصائب التي تصيبه وتصيب غيره حال مطمئنة حال فيها إقبال على الله وثقة به وتوكل عليه فالمصيبة لا تزيد المؤمن إلا إيمانا وحسن صيلة بالله عز وجل وتمام إقبال عليه ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صدر فكان خيرا له رواه مسلم سادسا أن يشهد العبد في هذا المقام ترتبها عليه بذنبه كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة فيشغل المسلم قلبه بشهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة سابعا الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات العظيمة كالرياح الشديدة والفيضانات المهلكة المبادرة إلى التوبة إلى الله والضراعة إليه وكثرة الدعاء والذكر والاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره متفق عليه وليس في السنة أدعية خاصة عند حدوث الزلازل لكن يدعو المسلم بما يسر الله له من طلب الغوث والفرج من الله مع كثرة الاستغفار ثامنا أن نذكر ما ينبغي علينا تجاه إخواننا المصابين وعباد الله المنكوبين في هذا الحدث العظيم وأعظم ذلك الدعاء لهم بأن يغفر الله لميتهم ويشفي مريضهم ويجبر كسيرهم وأن يؤمن روعاتهم ويستر عوراتهم ويشبع جائعهم وأن يجيرهم في مصابهم ويخلفهم خيرا تاسعا يستحب في مثل هذه الشدائد رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا رواه أحمد ولقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود ولقوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أهل الأمصار إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به العباد وقد كنت كتبت إلى أهل بلد كذا وكذا أن يخرجوا يوم كذا وكذا فمن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وقال قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقولوا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذكره أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز عاشرا الوقوف مع المنكوبين بالزلزال دعما ومساندة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم ويكون هذا الدعم من خلال الطرق الرسمية المعينة من ولاة الأمر ومما يذكر فيشكر في هذا المقام الجهود العظيمة التي بذلها ويبذلها ولاة أمرنا حفظهم الله وأدام توفيقهم من دعم وإغاثة لإخواننا المتضررين في هذا الزلزال شكر الله إحسانهم وتقبل سعيهم وجعل ما يقدمون في موازين حسناتهم هذا ونسأل الله الكريم أن يعيدنا والمسلمين من الفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يمن علينا جميعا برضاه وأن يوفقنا لهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته